الناس تدخل تقول صباح الخير. تدخل تقول ايه? انت دخل عليها بتقولولي ايه دلوقتي. مش حد بيصاح حد كده. مش حد بيصاح حد كده? ايوه. طب سواني بس. احنا ضربنا الرقم القياسي في الصحيان. الساعة كام? كام. الساعة واحدة ونص. الساعة واحدة ونص. عرفتي ليه? سؤال بقى. عرفتي ليه هي بتصحيك كده? عملت ايه بقى? ساحتك ازاي? مكلة حلاقة. بقى. بقى. ايوه كده بقيته امر يلا. يلا. ايه نساكم اصحابنا? اعملين ايه? معيكم جهود ايه? انا كجا دمين كنوة تعالي. مجو دي. شا دا اللي عمدت دي. اه نقول لي شايدا ارحمي ارحمي الجلبية الصغنالة دي. دي مرة تبسها. اللي ما بقيتش تلبسي فعلا تاني مرة تقريبا بس برضو تحسي بمعلقة عليها يعني. فرحونا فرحونا. لست لبسانبه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة فيديو جديد على قناة عالم جديد و جيدة. روتين يوم حلو قوي قوي قوي. النهاردة النهاردة ما فيش عندنا نزول. ما فيش عندنا خروجات. اليوم اللي بيبقى ما فيش عندنا فيه خروجات بيبقى يوم من اجمل ايام حياتنا. ولا نزولة نادي ولا نزولة خروجة ولا مشور ان شاء الله ولا درس ولا اي ولا شغل ولا اي حاجة. اه اليوم النهاردة اه انتوا اولا صبحتوني صباح زي الامر جوه وضحكتوني بالرغم ان احنا اه صحيح متأخر. انا عايزة بروم احنا هنبدأ يومنا الساعة كام? احنا هنبدأ يومنا الساعة اتنين وعشرة. احنا هنبدأ يومنا الساعة اتنين قاموا شغلوا التلفزيون وقلت لهم لا. يلا نقول المقدمة بتاعتنا ايوة. ونبتدي ايه? نبتدي اليوم بتاعنا عشان احنا صورنا حتة جوة حلوة. تمام? اه يومنا النهاردة فطار. مزاكرة. لعب. غدا. العاب. اه قدرنا نصور لحد العشاء. والله بجد قدرنا نصور لحد العشاء. ونعمل سناكس حلوة كده ونشغل اي حاجة على الشاشة. يعني بصوا اليوم النهاردة هيبقى يوم مميز. يتابعونا? ويلا بينا? يلا اول حاجة عالفطار. يا ساتر يا ربط. يلا عالفطار. ايه يا شاء الله? مش عارفة والله. اه بوكشي عايزين وديهم لغيف الفنو. بقى مسخوط. لغيف الفنو. لغيف الفنو اللي بنص جنيه. شبر شبر صغنا كده لو ايديكو صغيرة يجي شبر اهو. بس عايز اقول لكم الفنو ده احلى حاجة ان هو فينو بلدي. يعني مش معمول في فرن مش مشكلة يا عمر. يعني مش معمول في مش معمول في فرن آآ 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 ده كله كده يدوي ومخبوص في فرن عادية جدا. فانا بحبه جدا جدا جدا. دلوقتي هنقول آآ بسم الله. افتح لك يا جيدتي. افتح. خدي امر اهو. يلا يا سكر. خدي بسم الله. عايزين بعد آآ بعد الفطار. تحبوا آآ. نكون حاجة حلوة. نعم. ايه نعم. لا. بعد الفطار. وانتو مخوكو ايه دي يا كوكو بقى. آآ خدي قلب الهات كمان مفتوحة اهو. بعد الفطار وانتو مخوكو لسه نديف وحلو كده مفيش في اي حاجة. نقود ايه نقود نزاكر شوية. يس. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تمام? مزاكرة. انت مزاكرة? ايه. زاكري تاني. لا. زاكري تاني. لا. زاكري تاني. لا. علشان خطري. زاكري تاني خليكي شطورة. الناس اللي آآ سألتني على الجبنة اللي بنجيبها من فتح الله. الجبنة بنجيبها آآ اللي هي الجبنة اللي بتبع بالكيلو. لا يا امر يا امر جبنة دي علبة. آآ الجبنة اللي هي اللي بتبع بالآ خدي يا امر. بالكيلو اهو. اهو يا امر خدي. آآ مسيكي. آآ الجبنة اسمها في جبنة كيري. آآ كيري بالكيلو. وفي آآ جبنة اشطا. هي يعني بالبسترمة والزاتون. صح كده. وفي جبنة بالخلطة. وبطليش اقاوة. آآ اللي بتبعها هناك بالكيلو. دي اول حاجة. تاني حاجة. آآ التعليقات الكتير اللي جات لنا على الفيديو اللي فات. طريقة الكيك. طريقة الكيك عملناها كزا مرة. على قناة عزهم. وعلى قناة عالم جودي وجايدة. فانتوا لو دخلتوا عزهم. لو كتبتوا طريقة الكيك عزهم. ازاي كده. ما هو صغنن بيخلص بسرعة. هو صغنن. يعني يا دبقات متين. آآ لو كتبتوا طريقة الكيك عزهم او طريقة الكيك عالم جودي وجايدة. ان شاء الله الطريقة هتطلع لكم. تمام? آآ نقطة اخيرة بقى. المشكلة اللي كتا عندنا في الشاي بلبن. آآ. ان الشاي بلبن كان بيطلع ايه فوق الوش? شاي. كان بيطلع فوق الوش شاي بسبب انه كنا بنعمله كوشري. بقنا نغلي اللبن. بقنا نغلي الشاي. بنعمل شاي مغلي. واللبن مغلي. ونحط من ده على ده بقى يطلع شاي بلبن شكله بنناسة هون. تمام? عرفنا المشكلة فين? المشكلة اننا كنا بنعمله كوشري وانتي لازم تغلي اللبن. الشاي. اللبن تغلي بيبقى مغلي. يلا اتفضع لي. قلوا بسم انت قلتوا بسم الله? عيلا. يلا كل. يا سلام دلوقتي عمليلي التحجيب اما انا عدت اتحيل عليك تعالي صلي معي. عزل مع اختي. هصلي مع اختي? طب انا برضو عطت حالة على اختك تعالي صلي معايا. ولا انتو بتعند وخلاص. انا عن نفسي فترت وصليت. الفلك التحجيبة? في واحدة هنا بتلف التحجيبة لنفسها ايه? فريرة. طب تعالي الفلك التحجيبة وصلي يلا. امر بقيت يا امر. تعالي مسلس ايه وريني. امر بس داري الحتة اللي باينة دي. يلا. ويلا صلوا عشان ندخل نذاكر. يلا بسرعة. وقت. 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 المذاكرة. وقت المذاكرة هنقول بسم الله. استناني بقى كده عشان ايه عشان هطلعت جنبيكو شوية. تمام? مين اللي هتقعد جنبي النهاردة? انا كتاب سلاحة دنيا. تمام? اهو كده عشان نجيب سوية للانيسة جودي. الرياضة والعربي. الرياضة والعربي? مش عارفة مش عارفة انا هاسلك رياضة ولا لا ما تخلينا في العربي. لا لا لو انت مش عارفة حاجة انا حلا. لا انا بقيت استاذة في العربي على فكرة وهم قالوا لي انت شطرة في العربي يا تنتعز. جودي. ها? شطرة في العربي انا مش شطرة. لا بجد. طيب 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 هنقول بسم الله هنقول بسم الله دلوقتي اه اللي قعد جنبي الانيسة جيداء. فهنقول بسم الله. نبتدي عربي? اه جيداء هنزاكر عربي. جودي هنزاكر. اه علوم. تمام? اه طيب بصوا بقى انا هلف فجركم الناحيا دي. علشان ابقى ما بينيكم ما بينها بستبق رايبة اكتر جنبي جايداتي. ايه رأيك? خد يلا الاقلام بتاعت ماما. يلا استنينا انا هو. كده تمام? كده زبطنا عدى بتاعتنا وبقيتوا رايبة منكم انتم الاثنين. اوكي? طيب. اه اول حاجة هبتدي مع الانيسة اه جيداء. اه بصي اجلي الرياضة شوية نبتدي في اه العربي. بعد ما نخلص العربي هتبتدي الرياضة? تمام بس نبتدي الاول ايه? نبتدي تمهيد اه ناحو. اه على اساس ان لما المس اه على اساس لما المس تجي تشتغل معاك. يبقى في عندك ايه? يبقى في عندك خلفية شوية. ايه والله انت طلع امر اهو. اهو زي الامر. ده انت طلع فوش الكاميرا يا قلبي. اه بص حبيبي. عايزك تتفع على اول درس علوم? اول درس علوم بيتكلم على ايه? المادة. بيتكلم على المادة. طيب ممكن استأذنك معاك خمس دقايق تقرأ ايه لين? وريني كده. اول درس علوم عندي جودي درس. المادة وخواصة. درس المادة والخواص ثواني. خواص المادة خواص فيزيائية. وخواص ايه الامر ده? بتذكر من ورا ولا ايه? لسا اريها دلوقتي. لسا اريها دلوقتي? اه. تتحس دي. ماشي امر. اه المادة وخواص المادة. طيب وخلي بالك جايب لك شوية اه قوانين. ايوة. طيب اقري لي اقري لي الدرس كويس المادة وخواص المادة. اه. عشان لما اجي اشرحولك سريعا تبقي باخده عنه فكرة زي ما انت ردت علي كده ممتازة. مبسوطة منك جدا على فكرة. ما شاء الله عليك. او الله. جبتها كده? انت امر. نشتغل بقى مع الانسة اه جيداء. اه احنا مش هندخل في اول درس. بس الكلام. اه واول اقري بس اقري يا امر. اول اول تدريب. اخيرت من العجو? لا لا لسه لسه. احنا دلوقتي في التدريب بتاع النحو. اول اول تدريب عايزها اه تطلع الاسم والفعل والحرف من الاربع جمل دول. طيب اول جملة. اول جملة كانت بتقول. بتقول ايه بقى? استني نقرب الكاميرا علشان ايه? اصحابك يشوفوا ايه رأيك? اهو. ايوة كده جميل جدا كده. بصي بقى. اول جملة قال لك ايه? سافر. احمد. ايه لا? اسوان. هو طلع الاسم مين? احمد واسوان. الفعل. سافر. حرف? ايه لا. طيب نمبر توف. مش هنا? لا رقم اتنين اهي. يلا قرأي. اصنع الجبن من اللبن. ها الاسم. اسم الجبن واللبن. اكتبيهم. طيب عايزين فعل. فعل. من من رقم اتنين. اه تصنع. نصنع. اكتبي نصنع. يلا. ها حرف. حرف من? من? يلا. بس خلاص. معيك رقم تلاتة ورقم اربعة. ممكن تعرفي تحليلي هنا تلاتة وهنا اربعة. هتعرفي? يلا جو. نجي هنا ليه? استاذة العلوم. استاذة العلوم. تاخر شوية تاخر شوية ماما. ايوة كده قلبي انا. طيب اول درسي بيتكلم على ايه? اول درسي بيتكلم على المادة وخوصها. اول حاجة المادة. التعريف الاساسي للمادة هي كل ما يحيط بين على سطح الارض في اي مكان هو مادة. طيب معنى كده ايه? معنى كده ان المادة هي كل ايه? كل ما له كتلة. وحجم مش او. مش او. كتلة وحجم. اي حاجة نقدر نلمسها تبقى واخدها حيز في المكان اللي احنا موجودين عليه ياس ياس شطورة جدا. اي حاجة موجودة حوالينا نقدر اا نقيس الكتلة ونشوف الحجم بتاعها واخدها مكان واخدها حيز في في المكان حوالينا دي تعتبر ايه? مادة. دي تعتبر مادة. تمام? طيب قلنا ايه? كل ما له كتلة وايه? وحجم. الكتلة الرمز بتاعها كيف. تمام? ايه هي الكتلة? مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. طيب. طيب والحجم الرمز بتاعه? ها. الحجم بقى هو الحيز اللي ايه? يشغله الجسم من الفراغ. يعني احنا عايشين قاعدين دلوقتي في فراغ القوضة كامل. انت قاعدة واخدى المكان ده كده. اه. واخدى الحيز ده. يبقى ده كده ايه? حجمك. جيدا قاعدة واخدى مكان اصغر. يبقى ده كده ايه? حجمها. يلا يا امر مش وقت تشكيل. انت خلاص طلع سنة تلتة مش هتحتاج التشكيل كله. شطورة. تمام? طيب. بيقولك هنا ايه بقى? في عندنا ايه اكسرسايز صغنطة كده? اين مما يأتي لا يمثل مادة. عندك سلة. ونغمات موسيقى وتلجو بلونة مش منفوخة. مين فيهم? يعتبر مش مادة. مش مادة. ياس لي. ماما. عشان دي. صنعي تيكوكم. ايوة ولا واخدى حجم ولا. ولا هي واخدى ولا ليها كتلة ولا ليها حجم. مش واخدى اي مكان. ياس. ياس. حلو جدا شطورة. ساني حضو جيالك. طارق ضع الطعام في السلاجة. يا طارق طب طلعي لي الاسم. طارق ومن تاني? طارق. بس. لا والطعام والتلاجة. التلاتة دول كده اسم. اا اكتبي هنا. اكتبي هنا التلاجة. واكتبي هنا الطعام. طيب عايزين فعل? فعل اا ضع. اكتبي ضع. اي حرف? اا حرف فيه. بس كده. نرجع هنا تاني. انت قلت لي بقى مين فيهم مش مادة? موسيقى. ليه? علشان ولا ليها كتل ولا ليها? حجم. حجم. يبقى ما تعتبرش مادة. طيب بيقولك ايه? الخواص بتاعة المادة. خواص المادة. كل ده كده اعتبر قديم سنة من سنة ستة. الجديد هو ده بقى. عندنا خواص فيزيائية. وعندنا خواص كيميائية. طيب نقول بسم الله. اول حاجة. الخواص الفيزيائية. القديمة. اللي احنا كنا نعرفها. ان المادة لازم يبقى ليها لون وطعم وريحة. لازم. لون وطعم وريحة. كسافة اقري. انسهار غلايان صلابة. توصيل كهرابي. توصيل حراري. نقولها تاني. لون طعم وريحة. كسافة. انسهار غلايان صلابة. توصيل كهرابي وحراري. انت بدل ما تعطي تقولي درجة انسهار درجة غلايان درجة حرارة. وطلق بطي نفسك. لا. انت غنيها كده بسرعة. لون طعم وريحة كسافة. درجة انسهار غلايان صلابة. توصيل كهرابي توصيل حراري. وليهم. بسرعة. لون طعم ريحة. لون طعم ريحة كسافة. اقول لهم مرة بعض كده. لون طعم ريحة كسافة. تمام ها درجة انسهار غلايان درجة انسهار غلايان. صلابة توصيل كهرابي توصيل حراري. والله لعزي ما نحفز طهر. طب بيلا بسرعة. ها? لون طعم ريحة كسافة. درجة انسهر غليام صلابة. توصيل كهرابي. توصيل حراري. متفقين? طيب هنا بقى سانية وجيلت. اه. اه هنا بقى بيفهمك ايه هو اللون والطعم والريحة. نميز لون الحاجة نقدر نتزوقها نقدر نشمها. اي حاجة اي مادة قدامك او اي شيء قدامك تعرفي تطلعيله لون وطعم وريحة يعتبر اي مادة. اي حاجة قدامك. عرفت ده دي اسهل الحاجات. بفرض ان انت مش عارفة تعملي توصيل قهرابي حراري. مش عارفة تغليها حاضر يا امر سانية واحدة. بس دي الحاجة اللي سهلة جدا على اي انسان يقدر يميز بها المادة. ان يميز لونها يقدر يشوف طعمها حلوة ولا وحش ولا ممكن ما تدقش من اساسه او يميز ايه ريحتها. قال لك خلي بالك بقى في نقطة مهمة جدا. وانت في المعمل عشان بقيت في اعدادي وقاكتها تنزل المعمل كتير اكتر من ابتدائي. ام. لا تتزوق او تشم رائحة اي مادة في المعمل دون اذن معلمك. ليه? كل الحاجات اللي في المعمل حلوة. لا درة. اي وممكن يكون فيها مواد سامة. يبقى ايه? لانها قد تكون سامة. في بقى نقطة مهمة جدا. ام. هي ماما هنا قالت لازم يكون لها ايه? لون. طعم. ريحة. تمام? طيب قال لك خلي بالك بقى. احنا عندنا مواد. ممكن تلاقي لها كسافة. ممكن تلاقي يبقى لها درجة انصهار درجة غليان درجة صلابة. ممكن يبقى لها بتوصل كهرباء زي الميا طبعا. توصل حرارة. تمام? زي الاكسجين. بس ملهوش ولا لون ولا طعم ولا ريحة. الميا والاكسجين. الميا والهوة. بس مش الهوة كله. غاز الاكسجين. اديها حاجة تحلها. غاز الايه? غاز الاكسجين. تمام كده? تمام. يبقى خلي بالك عندنا مواد ملهاش ايه? طعم. ولا لون ولا طعم ولا ريحة زي ايه? الميا والايه? والاكسجين. بس هم يعتبروا ايه? مواد. يعتبروا ايه? مواد. تمام? طيب. هسيب لحضرتك اه تفتكريلي القانون بتاع المده زكريلي دى معك خمس داقيقي وعشير داقيقي وهرجع لك تاني متى فيين نرجع للانسة الجميلة الى هانا انا انت اخر امار ما هاتلي البنسل بتاعي. طيب تمام طلعنا طارق انا ساعدتك فيها سنة. اه انا قاسف. ماشي. الجملة الرابعة احب ابي وامي. ابي وامي اسمه. احب فعل وحرف. الله ينور عليك. طيب. السؤال هنا بيقول لك ايه? اكمل كل جملة. اول جملة الطبيب المرضى. عايزين فعل. طبيب بيعمل ايه للمرضى? يبقى ايه? هاتي الالة. هاتي الالة وحلي. بس عايزك تفتكري القانون وتحفظي الاول عشان هجاش رحولك برضو. بس عايزك تفتكريه. اه بس في كلمة احلى من يساعد. في فعل احلى من يساعد. يعيز يبقى كده رقم واحد. يعيز. اللي بعديها. احرز. احرز. نقط هدفا جميلا. من اللي بيجيب اهداف? عايزين اسم. اسم. من اللي بيجيب هدف? صلاح. صلاح اللي بيجيب هدف. صلاح لو سمعك هيحبك قوي. صلاح ده بيشتغل ايه? اه بتاع كرة. لاعب كرة يبقى احرز ايه? لاعب. احرز اللاعب هدفا جميلا. افتكر القوانين وجيالك. يلا يا كوكم. باي. يلا رقم تلاتة. تسلمت الجائزة مدير المدرسة. عايزين حرف جر. تسلمت الجائزة ايه? ياس شطورة. يلا اللي بعديها. التحق. التحق. اخي. بكلية. بكلية التب. تخرق طبيبا. عايزين حرف عطف. بعد ما بعد ما التحق بكلية التب حصل ايه? اه. تخرق طبيبا. لازم يجيب لها ايه? ايه. ايه اللي هو? لا. لا. التحق اخي بكلية التب. تخرق طبيبا. ها? لا. ها ركزي. ايه. وتخرق طبيبا. صح. شطورة. لا استني بقى. استني. آآ بيفقرك هنا بالمسنة. بيفقرك بهنا بالايه? فاكرة المسنة. المفرد هو اسم واحد او واحدة. المسنة لازم يبقى في ايه? آن. 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 طيب الجامع. الجامع يبقى اسم بيدلها تلاتة او اكتر. تعرفت حليلي ده? ده او. يلا الوحدة. اسم مفرد. عايز اول واحدة اسم مفرد. تاني واحدة اسم مسنة. تلاتة واحدة اسم جامع. حاولي وهجيلك. يلا هنا اخر حاجة. نرجع. نرجع على. نرجع على القانون. استني فين البنسل بتاع اللي تعبني. دي صعبة دي سهلة. طيب استني ورين. فيها اضربات. اولا. اولا. الايه. الايه. استني عايزين نجيب ايه امر. يصنع الكرسي احمد. لا. النجار. النجار. احمد مين? مين احمد? احمد مين? انا اخترعت الايه. احمد مين? اه القانون اساسا بيقول ايه? ايه? بجد والله عشان انا ناسيا. اهو اهو. اهو. الكسافة بتساوي. الكتلة على الحجم. الكسافة بتساوي ايه? الكتلة على الحجم. يعني سه بيساوي كاف على ح. هو هنا قال لك قطعة من الرصاص كتلتها سبعة وخمسين وحجمها خمسة. يبقى سه تساوي كاف على ح. حطي سبعة وخمسين فوق والخمسة تحت طلعت لك ايه? صح. حداشر. طيب قال لك هنا احسبي الكتلة بقى. هاتي الكتلة. آآ كتلة مكعب من الزجاج طول احد اضلعه اتنين سنتي. وكسفته اتنين وعلامة ستة جرام للسنتي. دي مش فهمها قوي. بس جاب لك القانون. حجم المكعب بيسوي ايه? طول الدلع في نفسه في طلقة نفسه. طول الدلع كان كام? اتنين. اعمليها في الورقة اللي معاك. بيقول لي صلاة الصبح. معاك الورقة اللي نكده جيدة. بيقول لي صلاة الصبح. هم. صلاة الصبح. وصلاة الزجار اربع رقعتين. رقعتين. يلا. ها. تبعي حجم سواني امر رقعتين. ها. حجم المكعب. هنضرب اتنين في اتنين في اتنين. اتنين. في اتنين. ها. اعمليها كده على الالة. اتنين في اتنين في اتنين ايه امر? تمانية. لا هنا كتب اربع رقعت. عازيك هنا تكتبي مسنة. رقعتين. تمانية. اكتبي تمانية. طيب احنا كده جيبنا لايه? الحجم. الكتلة بقى هتسوي من في مين? الكسافة في الايه? في الحجم. اكتبي كسافة في الحجم. اكتبي هنا بقى القانون كامل. الكتلة بتسوي. نعم. الكتلة تساوي. الكسافة في سوان امر وجيالك. الحجم. ايوه علامة فيه كده شطورة. الحجم. الكسافة عندنا كام? اتنين علامة ستة. اكتبي هنا. اتنين علامة ستة. الحجم جبنا كام? تمانية. اكتبي تمانية. اضرابي بقى يلا على الالة. انت عندك التمانية هي مكتوبة اضرابيها في اتنين علامة ستة. حاولي تنجزي. خلاص. ثوانية امر. اكتابي عشرين علامة تمانية سنتيمتر مكعب. اه سوريا اه جرام. هو السن جايب هالك. الحمد لله. يلا. ثوانية امر. ثانية واحدة وجاية. طب ممكن نتأكد ان هي صح اكتبها كده تاني. تمانية في كام يا جوجو? اتنين علامة ستة. دوسي ايوة اها. نفس النتيجة اها. يبقى احنا كده ماشيين ايه? صح. صح. هسيب حضرتك تحسبيلي دي. اكون خلصت مع اختك. وريني بقى كده اخر حاجة. وريني. يصنع النجار. طب ما تقرى انت يا جيدة. يصنع النجار الكرسي من الخشب. رقم اتنين. صلاة الصبح رقعتين وصلاة الزهر اربع رقعات. رقم تلاتة. تتفتح الورود في الربية. لازم الورود جامعة شطورة. طيب احنا ممكن نختبر الانسة جيدة. اكرأ. ونشوفها ايوة. لا 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 لا. اشوفك لسه فاكرها الاراية ولا انستيها? اكرأ ايلي بازد? سكين. سكين ايه? لا اهي اهي اهي. اخاف من العدوى اول درس كراءة. يلا. عمر. عمر. لو في واو تبقى عمر مفيش واو تبقى عمر. عمر طفل اجتماعي. يبلغ. يبلغ. من العمر تسعة. تسعة ايوة. عوامل. سانية واحدة. وكان لديه جار فيه مثل عمره اسمه يوسف. يلعب معه. معهم دائما ولكن لكل من هما شخصيتهم. شخصيتهم. المختلفة. شخصيته انا اسفة. عشان شايفها من بعيد شخصيته. اه كم يبلغ عمر يوسف? تسعة. عشان في القطع مكتب تسعة اعوام. وقال لك ايه جاره في نفسي ايه? شطورة شطورة. طب اديها فرصة دقيقة كمان يلا. عمر طفل يحتمى بنظافتي. الشخصية. بصورة مبالغة. مبالغة فيها. فهو يخسل يديه اكثر من عشر مرات كل خمس دقاء. يس. ويحمل معه منادي مطهرة ليمسح. مطهرة ليمسح. بها كل شيء. يمر. يمر عليك ليس مرة واحدة. ولكن عدت. عدت. مرات اللي يأكل لدي. لدي احد من اصحابه. اصحابه. لانه لا يسك بالنظافة. خلال. اعداد الطعام وحتى ليه. تنتقل. كيف يهتم عمر بنظافته الشخصية? اه بيحمل منديل. يحمل منديل ايه? منديل مطهرة. مطهرة لا يأكل عمر لدى اصحابه. لانه لا يسك ايه? لا يسك من اه. نظافة. خلال اعداد. اه. نظافة السندوتشات. نظافة السندوتشات ايه? طيب كفاية كده بقى هجيلك انت تحلي شوية حاجات. هشوف اختك عشان نقفل بقى كده مذاكرة. ماشي. او ممكن نقفل تصوير ونكمل مذاكرة. لا نفسي. يلا وريني. هم. اوجد حجم قطعة من الالمونيوم جايبلك الكتلة والكسافة. طب مش الحجم بيساوي الكتلة عالكسافة? ام. الكتلة فوق سبعة وعشرين عالكسافة كام? اتنين علامة سبعة. يلا حليها. هي عشرة. يبقى هي عشرة ايه المشكلة? يلا. صح? اكتبي. اكتبي بقى. يلاويا نرحمني يا رب. اكتبي الحجم اكتبي حهبي يساوي. حهبي يساوي. كاف على سه? اللي ايه الكسافة? اه سوري اه الكتلة على الكسافة. طيب اه اكتبي يساوي تاني? الكتلة كام? سبع عشرين. اكتبي سبع وعشرين. سبع وعشرين على اتنين علي مين? سبعة. تلات عندك كام? عشر. بس شكرا. ما كنت عمالي اول. ما انت بتغلبيني ليه? احنا نفسل عشان عارف اضربكم براحتي. انا شفت كتير وقليل ما شفتش الحاجات اللي بشوفها معيكم في صراحة. يعني مش عارفة. يجيبوا الحاجة الحلوة. يفضوا في طبق. شغلوا التلفزيون. ويعودوا يكلوا بالمنزر ده. الكيس يخلص يفضوا كيس غيره. يعودوا يكلوا. الكيس يخلص يفضوا كيس غيره. انا ما شفتش كده بصراحة. طب ده وعارفينه. ده بقى الحاجات السغانتاتة دي ايه. اه. 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 وده. وده. ماما. فرقعة الحلوة. ده ايه? فرقعة الحلوة. ده قديم قوي. ده قديم قوي. طب يمسكي. مش عارفة بقى. اللي بيعمل الطريقة الغريبة اللي هما بيأكلوا بيها السناكس دي. والشيبسي والشيتوس والحاجات الغريبة بتاعتهم دي. يكتب لنا تحت في التعليقات. عشان هما على طول. اه. اه. يجيبوا الحاجات مش هتشطة. ويجيبوا طبق ويعودوا يفضوا ويأكلوا. اول ما الطبق يخلص. يفضوا الكيس اللي بعده ويأكلوا. ما انا مش عارفة النظام ده بصراحة. مش عارف. مش عارف. وقت اللعب. بصوا بقى. اللعبة دي كنا جايبينها من على التيك توك. من امتى? من يجي خمس ست شهور بقى لها كتير جدا. ويأه كنا وغدين بس كده للعبة دي ورطلهم عايزين نبقى نلعب اللعبة دي حلوة جدا. اه. فاحنا دلوقتي خلصنا حاجات كتير. تمام? قالوا لي ايه? قالوا لي عايزين نلعب ايه لعبة. فرطلهم يلا نلعب ايه? اللعبة. لعبة الموسيقى دي. لعبة الكبايات الموسيقية. ايوة هنطبل. دلوقتي احنا محتاجين ايه? كبايتين. مش ماشي. اي كبايتين عندهم بس يكونوا كبايات بلاستيك. تمام? وآآ بنرسم العلامات الموسيقية دي كان ممكن نرسمها على الترابيزة على طول بس احنا رسمناها على ورق. علشان ما نبهدلش. آه. علشان ما نبهدلش الترابيزة. اللعبة. يا امر. لو عايزين نعمل فيديو الوقت اكتبوا المضحت في تعليقات. ماشي لو عايزين نعمل لعبة الكبايات الموسيقية دي بس بطريقة يعني اكبر لان احنا دلوقتي عاملينها بطريقة صغيرة عشان الفيديو. اه لو عايزيننا نعملها بطريقة اكبر اكتبوا لنا تحت في التعليقات. بس يا لعبة جميلة قوي. جدا. تمام? آآ تيجي تصوريني اول مرة عشان يفهموا هتتلعب ازاي وبعد كده نصوركم. يلا تعالي. طيب احنا معنا ايه? احنا معنا كبايتين وعندنا تلات صفور. ايش. اول حاجة بنمشي الصفين اللي على الشمال وبعد كده الصفين ايه? اللي يعني بناخد الصف اللي على الشمال معallif النص. ام. بعد كده الصف اللي على الايمين معallif différent. تمام? ازاي بقى. احنا عندنا هنا دايرة واحدة بواحدة يعني علامة موسيقى واحدة وعلمة موسيقى ايه? واحدة. فانت بتنزيل عليهم خبطة واحدة باديك الاتنين مرة واحدة كده. تمام؟. طيب في واحدة بتتنط انتظورها بالتصوير. طيب الاتنين اللي بعدهم هم دول. اركنو دا ديلوقتي على جنب الاتنين اللي بعدهم ايه؟ دول. دي تاقة واحدة بس دي ايه? عشان فيها ايه العلامة فيها دايرتين كده فبنعمل ازاي نيجي للي بعدها العكس هنا تكا واحدة هنا اتنين تاني نرجع تاني للاتنين دول نعم بسرعة بقى يلا بسرعة بسرعة عشان بعد كده يجي دوركم في واحدة هنا اتعليها في واحدة هنا عمالة تترقص في واحدة هنا عمالة تترقص يلا جاهزين جاهزين بسرعة بقى عشان تطلع التكات بتاعتهم حلوة لازم يبقى بسرعة يلا جاهزين جاهزين يلا جاهزين ها في واحدة هنا بتقرب بتقرب الكرسي السغنن عشان مش هطول اخر واحدة دي طيب خلي بالك عشان اول ما هتخسري اختك اللي هتلعب بعد كده اكمل داير ايبا بعد كده انت وراها خلي بالك تكة واحدة دايرة واحدة تكة واحدة دايرتين تكتين يلا اللي اتنين دول الاول يلا يلا صح يلا كملي بسرعة بقى ماشي يا حبيبي خايفة تقع لا بصي لا استني هي مش طايلة جايدة جايدة كفاية عليك لحد الدور دا لا 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 انت مشطولي يا جايدة انت قصيارة اذا قلت انا طلت بالعافية لا اسمعي الكلام عشان ما تقعيش لا حدي هنا كوباكتها تيجي في النيش بصي جايدة انت لحد رابع دور بس يلا بس بسرعة بقى يلا لحد رابع دور بس عشان انت قصيارة يلا 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 اللي هناك بقى بسرعة بسرعة ايوا واساسا دا مش سلم موسيقى دا 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 سلم واعع دا دا سلم مكسور يلا يا جودي يلا يلا خبطة بسيطة كده وبسرعة يا جودي يلا لا يلا لا يلا دورها 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 يلا لحد الرابع يا دي الكورس لحد الرابع بس يا جايدة قربوا الترابيزة قربوا الترابيزة سننا يا جودي وادعها هناك ساقه ماشي يلا كده هطول يلا انت بتخبطي جمي دا و بتجيب صداء يلا مش هطولي استنى 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 هجبها يلا رجعي يلا وياني على العند بطلي عندي بطلي عندي يلا اخباتيكم ما تنفو بعض جابتها هسن ركزي يا جودي جودي ركزي يس ياس يلا 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 ماشي 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 هتجابها كله كان صحي جيت هنا خبطي خبطة واحدة ليه? كانت هنا انت خبطتي بالكوبايتين ولا كوباية واحدة? خلاص بدم الكوبايتين. عشان هنا المفروض نخبط خبطتين بس ماشي حلو. بس تحس انها بقت سهلة. بس انت بتخبطها قوي بتخبط خبطة جمدة قوي. طب يلا يا جيدة يلا. مش عارفة هنوضي الترابزة فينا هنوضي الترابزة عند شباك بعد كده. قترك ما تقول لهاش يا اوزعة خليك شطورة يلا يا جيداتين. يلا. يلا يا جيدة. جالها حاول. بس والله العظيم شطورة واللهي شطورة. انا عايز العب دور. ماشي مرة الجاي. يلا. تخبط بس والله عبستي شطورة يلا. اخبطي شطورة. يلا جيدتي اخر دور. اسبوري بقى بتقرب الكرسي ملكيش دعوة بيها. اهو اهو قربناه لك على الاخر يلا. كمالي. اوهو. انت عارفة انا اكتر حاجة عجبتني فيك ايه? والله بجد اكتر حاجة عجبتني فيها. لأ ان هي مش طايلة غير لحد هنا. وانا قلت لها هلعب لحد هنا وتبقى لعبتك محسوبة هي حاولت وحاولت انها تجيب له حد الاخر. اختك وبعد كده انت. يلا. انا حررت. انت حررت عشان بتلعبه بقى لنا كتير يلا. لا خبطت بالكبايتين. يلا كمالي. اه 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 اه. هي غلطة واحدة هنا. هي غلطة واحدة هنا بس حلوة حلوة يلا يا جايدة. اخر دور يا جايدة يلا. يا دي الكرسي. اهو الكرسي. اهو. اهو الكرسي. طيب يلا يلا. كمالي. كمالي. يلا. يا عيني بتشب. مش طايلة يلا. بتقوح. يا خايفة لطوع. اه لا وقعت وقعت وقعت. بص بص هي لعبة حلوة. هي لعبة حلوة بس ايه دي عشان والله هي بجد لا. الليعبة حلوة بس اولا بتصدق. اه بتسخن الجسم تحس انك بتعملي مجهود جامل. بس هي عايزة ايه? هي عايزة تخبطي بالراحة. وعايزة ترابيزة هاتي كده اللي هاتي كده كده كوباية جيدة. عايزة تتلعب على ترابيزة. زي ترابيزة السفرة ما تبقاش الخبطة فيها جامدة. طب. انما الترابيزة دي عشان تحتها فاضي. الخبطة فيها بترن فبتعمل صوت عالي يعني فاهماني. اه بس هي جميلة. لو عملناها تاني نعملها على ترابيزة السفرة. اخر دور. اخر دور. ماشي يلا. يلا. تحاول تركز. يلا. ماشي. بصي شطورة. ما استريحتش غير لما قفلتها. شطورة 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 شطورة. كفاءة كده. اه. يلا نحضر الغدا. الغدا. انا مش عارفة غدا ولا عاشا والله. بصوا بقى احنا عندنا ايه? بصورك والله. احنا عندنا بشاملو جلاش وهنعمل جامبو بني وصلطة. تمام? اتغرقت اوي? اه اه. انت مش قادرة ليه تدوسي عليها بقوة كده اهي? اهي. 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 بقوة كده اهو? كله خلاص يعني? اه. طيب يلا على الارفراير. قولي بسم الله. بسم الله. رسي كده بالراحة. كده تمام. يلا. اوكي. هتختاري ايه بقى? شوفي فين الفراخ لحد ما الفراخ تنور وتتش. بس يلا اوكي. بس. كده الفراخ. 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 الفراخ في الارفراير. والانسة الجميلة هنا هتعمل سلطة. ونكل البشاملو وتقول لاش. شارك مفكوك خالص يا كوك. الساعة. الساعة طلع كده. الساعة تسعة. تخيلوا احنا بنكل الساعة كم? ساعة كم? احنا بنكل الساعة تسعة. متخيلين ان احنا بنتغذة? متخيلين اليوم قد ايه? يعني جري مننا? بالرغم ان احنا عملنا حاجات كتير? اه لا بقالنا كتير ما اكلناش الساعة تسعة دي كان اخرنا ستة ونص سبعة. ايوة. لا النهاردة ضربنا الرقم القياسي. كان يوم مميز. جدا. روتين يوم مميز. النهاردة روتين مش عادي. النهاردة روتين يوم مميز. اه بالرغم ان ابتدنا متاخر. بس عملنا في حاجات كتير. النقطة الوحد يعني الوحيدة. الوحشة اللي في اليوم ان احنا كلنا متاخر وانا ما بحبش اكل بعد الساعة سبعة تمانية بالكتير. بس مش مشكلة بقى. الغدى. المفروض انه غدى. مفروض. الغدى بتاعنا. الغدى بتاعنا اه مكرونة بشامل. فراخ بنيه جلاش سلطة. ما جبناش كاتشاب. بسرعة. بسرعة. ومعنا احلى كاتشاب. ايوان معنا اختراف اختراف ايه? ما بحط كوشب المكرونة بشامل. طيب طيب نركز هنا دلوقتي في الاكل الجميل ده. بصراحة شكله يفتح النفس. صح? اه هنقول بسم الله ونبتدي ناكل بس قبل ما ناكل. قبل ما ناكل اقسمي ماشي الجلاشات. قبل ما ناكل. اه عايزين نقول لهم اليوم النهاردة كان طويل. اه احنا قطعنا منه حاجات بسيطة جدا بس احنا اعتبر صورنا معظم اليوم معاهم. عملنا حاجات كتير. احنا فعلا لما يبقى فيه يوم ما بننزلش فيه بنفكر فيه في اي لعبة نعملها. اي مذاكرة نعملها تحس جسمنا مش واخد اني نرتاح اليوم كله. لازم نعمل اي حاجة في اليوم تشغلنا. النهاردة كان يوم حلو بالنسبة لي وفعلا فعلا كان يوم مميزة. محتاجين نقفل بسرعة عشان انا جعينا. وشكل البني اللي طالع من الارفراير. شكله يفتح النفس على الاخر. يلا قلو لهم باي. يلا قلو باي. يلا قلو باي.